مرصد الطيور في مدينة العقبة واحد من المواقع السياحية المرموقة في المدينة الساحلية هذا المرصد يحتفي بالعديد من الطيور النادرة والمعروفة ويظهر تسجيلات لطيور مختلفة الانواع خلال موسمي الهجرة السنوية المزيد حول المرصد في التقريب التالي يعتبر مرصد العقبة للطيور احدى المحطات البيئية الهمة التي تتيح للمواطنين والمهتمين والدارسين مشاهدة اعداد كبيرة من الطيور المائية التي تقدر بعشرات الالاف يوميا وسجل المرصد خلال العام 2012 حوالي 158 نوعا من الطيور المهاجرة تم رصدها وتسجيلها كان ابرزها تسجيل للإوزة المصرية الذي يعد التسجيل الاول لها في الاردن يتكون المرصد من مسطحات مائية وخضراء واشجار تلعب جميعها دورا كبيرا في استقطاب اعداد كبيرة من الطيور خلال هجرتها بين القارات الثلاث موسمي الهجرة سنويا ويتم تزويد هذه المسطحات المائية من قبل شركة مياه العقبة باشرف من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بهدف النهوض بهذا المشروع السياحي البيئي يقوم المرصد على تنمية كافة الجوانب الخاصة في استقطاب الطيور من خلال توفير البيئات أو الموائل المناسبة لهذه الأنواع خصوصا أنه موقع الاردن جغرافيا يقع على ثاني أهم مسار لهجرة الطيور في العالم والمتمثل في مسار حفرة الانهدام برضو في الإضافة لذلك منطقة العقبة بشكل عام هي تصنف بحسب مؤسسة هي بمنطقة حنق زجاجة والمقصود بذلك أنها هي رابط على خليج العقبة ما بين قارتي آسيا وأفريقيا ما يزيد عن 200 نوع من الطيور مسجلة في المرصد خلال الأعوام الماضية وهذا العدد يمثل تقريبا 50% من مجموع أعداد الطيور المسجلة في مختلف مناطق المملكة والتي تقدر ب425 نوع أما بخصوص الطيور التي تم تسجيلها من خلال هذا المرصد وبشكل متكرر فقد تم تسجيل طائر النعام بواقع 17 تسجيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية فيما كان أقل تسجيل مكون من طائر واحد والتسجيل الأكبر مكون من 6 الطيور إضافة إلى تسجيل متكرر للبط الحمراوي أبيض على عينين وهو من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض عالميا اشتركوا في القناة